اهلا بكم في فيديو جديد نزلت من عشر تيام تقريبا بوست على الفيسبوك وعلى الانستجرام ان انا هعمل فيديو على اليوتيوب هرد فيه على معظم الاسئلة اللي هتيجي بخصوص البيع على امزن اف بي اي فجالي اكتر من 150 سؤال فحاولت في الفيديو ده ان انا اجمع اهم الاسئلة اللي جت وبقى الاسئلة اللي ما تردش عليها هيترد عليها في فيديو تاني ان شاء الله بس قبل ما نبتدي في الفيديو ففي حاجتين مهمين حابب ان انا انوه عليهم لو تفتكروا في بداية السنة دي نزلت كورس مجاني مدته ساعتين عن البيع على امزن اف بي اي الشرق الاوسط سواء الامارات او مصر او السعودية ولو ما حد شاف الفيديو ده فهسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن الحمد لله الفيديو كان مدته ساعتين وعجب ناس كتير جدا فقررت ان انا نزل الجزء التاني من الفيديو ده والجزء التاني هيكون برضو كورس مجاني مدته كبيرة اكتر من 30 او 40 دقيقة والكورس ده هيكون مخصص بس لمرحلة البحث على المنتج في الامارات والسعودية فان شاء الله الكورس ده هينزل في خلال الاسبوع الجاي والكورس ده لو طبقتوا الخطوات اللي مشروحة في خطوة بخطوة هتلاقي منتجات في امازون الامارات وامازون السعودية عشان نبتدي ان احنا نبيع المنتجات دي على امازون وتاني حاجة حابب برضو اقول عنها ان ان شاء الله في خلال العشر تيام او الاسبوعين الجايين فيه كورس كامل للبيع على امازون اف بي ايه في امريكا واوروبا الكورس ده هيكون كورس عملي 100% والكورس متكون من اكتر من 115 فيديو كل مرحلة سواء كانت كبيرة او صغيرة فيه البيع على امازون اف بي ايه مشروحة في الكورس ده بشكل عملي 100% وطبعا مرحلة البروداك ريسرش او البحث على المنتجات اهتمت بها جدا شاركت فيها كل الطرق اللي انا استخدمتها او حتى الناس اللي اخدت كورسات معايا قبل كده شاركت كل الطرق دي فمن غير ما طول عليكم كتير يلا بينا نبتدي في فيديو النهاردة فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة وشاركوا الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد بيه ويلا بينا احمد امين سأل سؤال حلو جدا اه ان انا قلت قبل كده ان اول منتجين ابتديت بيهم على امازون امريكا خسرت فيهم ودي حقيقة فعلا دلوقتي الحمد لله بعد ما بقى عندي خبرة في البيع على امازون وقررت نفس التجربة في نفس المنتجين ابتديت ان انا ابيعهم تاني هل المنتجات دي هنجح فيها ولا المنتجات دي اصلا خسران خسران السؤال ده صراحة حلو جدا لان انا كنت بسأل السؤال ده النفسي لو انا قررت نفس التجربة ايه اللي هيحصل هل هعرف اعدل من الغلطات اللي انا غلطت فيها ولا وعشان نعرف اجابة السؤال ده محتاجين الاول نعرف ايه هي الاخطاء او المشاكل اللي كانت موجودة في المنتجين واشوف دلوقتي هل انا قادر ان انا حل المشاكل دي ولا لا. خلينا ندخل ونشوف على امازون المنتجات اللي انا بعتها في بدايتي اللي هو اول منتجين. وخلينا نبتدي بتاني منتج. طيب تاني منتج ده اسمه تيشرت رولر. هو عبارة عن مصطرة اه الناس اللي بتطبع على التيشرتات بيستخدموا المصطرة زي ما باين في الفيديو. عشان اه يحطوا الدزاين بتاعهم. طيب. فكرة المنتج ده انا جبتها ازاي? في اخر الفين وعشرين تقريبا او بدات الفين وواحد وعشرين. فتحت اليوتيوب وبتديت ان انا اشوف فيديوهات عن البحث عن المنتجات تكون مختلفة شوية. لان تجربتي في اول منتج انا خسرت فيه تماما. فلقيت فيديو عليه فيوز ومشاهدات كتيرة. وكان اسم الفيديو تقريبا. طريقة جديدة للبحث عن المنتجات. كان بالانجليش هو. المهم ان الفكرة اللي كانت في الفيديو ان هو عايز يوصلنا المنتجات. تكون جديدة تماما في السوق وفيه تجار كتير بيبيعوا المنتج ده ومباعات التجار دي تكون كبيرة جدا وفي نفس الوقت عشان احكم ان المنافسة تكون قليلة عدد الريفيوز وعدد التقييمات اللي عند المنافسين تكون قليلة عشان اما يجي تاجر جديد زي كده انا كعبدالله ادخل السوق مش هيكون عندي اي ريفيو او اي تقييم خالص فالفارق بين عدد الريفيوز اللي عندي وعند المنافسين دول ما يكونش كبير فاقدر اعمل مباعات قريبة من المباعات اللي هما بيعملوها ابتديت ان انا ادور واستخدم الطريقة اللي هو شراحها والمنتج ده وصل تحت ايتي ساعة اما دخلت في المنتج ده وساعة اما شفته خلينا اقول لكم ان المنتج كان جديد تماما يعني لو نشوف كده السيرش فوليوم جراف او البحث الشهري للمنتج ده من ساعة ما ابتدى انا شفته في واحد وعشرين ايوة هو الفترة دي زي ما انتم شايفين ان السيرش فوليوم في الفين وعشرين اللي هو البحث الشهري كان قليل بس في اخر الفين وعشرين او بداية الفين وعشرين المنتج تلع ترند بشكل كبير جدا المنتج ده انا فاكر كويس ان المنافسين ساعتها اكتر حد عنده كان تقريبا هو الراجل ده او الراجل ده كان عدد الريفيوز اللي عنده ما يزيتش عن عشر او خمستاشر كل الصفحة كانت زيرو ريفيوز محدش عنده تقييمات زيت عن عشر او خمستاشر وكانوا بيعملوا مبعات خرافية الاقي واحد لسه نازل اسبوع مسلا من اسبوع فات ما عندهش ولا تقييم خالص آآ هليام تنبي يقولي ان هو بيع ربعمية قطعة وعمل مش عارف خمستاشر الف دلار فقلت بس هو ده المنتج اللي خلاص هينجحني وهيعمل لي فلوس وهبتدي ان انا ننجح في البزنس ده من المشاكل اللي خسرتني في المنتج ده ان زي ما انتم شايفين ان سعر المنتج لحد دلوقتي آآ هنا تسعة دلار خمسة دلار تمانية دلار المنتج ده كان التكلفته بسيطة جدا كان مكلفني في التصنيع تقريبا دولار واحد والشحن بتاعه برضو دلار فمجموعة التكلفة كلها كانت اتنين دولار وعمولات امازون السابتة في المنتج ده اللي هي العمولتين عمولة الاف باي عمولة ان احنا هنستخدم مخازن امازون عشان آآ امازون هي اللي تشحن البضاعة وعمولة الرفيرالفيز اللي هي العمولة الاساسية بتاعت امازون مقابل ان احنا بنبيع على موقع امازون بتكون خمستاشر في المية مجموع العمولتين دول مع بعض تقريبا كان عامل تلاتة او اربعة دلار فانا كده المنتج مكلفني اتنين دولار وتلاتة دلار عمولات يبقى كده المفروض ان انا ابيع بسعر اكتر من خمسة دلار يعني لو انا بعت بخمسة دلار انا لسه ما جبتش مصاريف الاعلانات وطبعا مفيش ربح فلو بعت مسلا بسبعة دلار انا كده عندي اتنين دولار بس الاتنين دولار مفروض ان انا اطلع منهم ربحي واطلع كمان منهم الاعلانات وده رقم قليل جدا فابتديت ان انا اه حسبت وشفت ساعتها ان انا محتاج اصعر المنتج بتاعي على الاقل بعشرة دلار عشان يتبقى لي خمسة دلار اقدر ان انا اتحرك فيهم شوية وماكنش مزنوق ان الخمسة دلار دي اه تخدمني وتساعدني ان انا اعمل اعلانات وفي نفس الوقت اطلع لي ربح مسلا دلار او حتى نص دلار بس تساعتها اتصدمت ان سعر المنتج ده في البداية كانت الناس مسعارينه على عشرة او اتناشر دلار يوم من منزل تبيع وكان فيه توجهار كتير ابتدت المنافسين ان هم ينزلوا الاسعار بتاعتهم يعني انا فاكر كويس كان فيه ناس والحد دلوقتي لو جينا نبص في واحد بيبيع بخمسة دلار طيب او بيبيع كمان باربعة دلار ونص تعالوا نشوف الراجل اللي بيبيع باربعة لار ونص ده المبعات بتاعته قد ايه والعمولات اللي امازون بتاخدها منه قد ايه الراجل ده بيبيع خمسمائة قطعة في الشهر رقم جميل وكل حاجة بس هو بيبيع باربعة لار ونص مستحيل مستحيل كان السوق كله بيبيع بنفس الرقم ده مستحيل انها نفسهم وخلينا اقول لكم برضو حاجة ماينفعش ان احنا نتوهم بالمبعات اللي الادوات بتقولها ان يعني الراجل ده بيبيع خمسمائة قطعة في الشهر اه ده رقم كبير جدا وهدخل آآ عامل مبعات قريبة الفكرة كلها ان المبعات دي رقم ما يدلش على اي شيء المهم في الاخر بتاعي او صاف الربح بتاعي هيبقى كامل يعني انا عايزة اورديكم عمولات او العمولات اللي امازون بتاخدها من التاجر ده عشان نتصدم مع بعض ان هو ازاي بيبيع بالسعر ده خلينا ناخد الايسن اللي هو رقم المنتج ونكتب على جوجل اف بي اي كالكوليتور وندخل على اول لينك ده عشان نشوف العمولات اللي امازون بتاخدها هحط الايسن هنا وهنبتدي نشوف المنتج ده ماشي اتفقنا ان هو بيبيع باربعة دلار ونص عمولة امازون اللي هي العمولة السابتة دولار ستة وستين سنت عمولة التخزين اتنين دولار آآ سبعة وستين سنت في عمولة تانية اللي هي دي عمولة التخزين حوالي اتنين سنت لو جينا نجمع عمولات امازون بس اللي هي بتخصمها لسه ما خصمناش الاعلانات لسه ما خصمناش تكلفة المنتج لسه ما خصمناش اصلا الربح ما خصمناش اي حاجة السعر اللي هو بيبيع بي دلوقتي حالا ده سعر اصلا خسران يعني هو كل قطعة بيبيعها هو خسران فيها ستاشر سنت والتكلفة اصلا ما تحسبتش ولسه ما حطناش اعلانات فانا المنتج ده كنت شايف ان انا عشان اقدر ان انا ابيعه محتاج ان انا ابيعه ب11 دولار مثلا يعني انا لو كتبت مثلا هنا ان انا عايز ابيع ب11 دولار بعد خصم كل المصاريف معدل اعلانات وتكلفة المنتج والربح هيتبقى لي اربعة دولار ونص ده رقم قليل جدا جدا ومش هيديني مساحة ان انا اقدر انافس فدي كانت اول مشكلة عندي تاني مشكلة برضو كانت في المنتج ده ان الطريقة اللي كانت مشهورة جدا وللأسف مازالت مشهورة وبتتشرح في الفيديوهات بتاعت البحث عن المنتجات ان احنا محتاجين ندخل فيه منتج مفيش مشكلة فيه منافسين كتير بس المنافسين دول بيعملوا مبعات والريفيوز عندهم قليلة بس فيه نقطة مهمة احنا نسناها والنقطة دي برضو مهمة جدا وهي اللي هترد على السؤال ده ان ليه تسعين في المية من الناس اللي بتدخل على امازون بتخسر هل فيه سر محدش يعرفه خلينا اقولكو ان فعلا فيه سر وكلنا عارفينه بس كلنا مش واغدين بنا من السر ده السر البساطة هو احنا ليه اصلا دخلين نبيع على موقع امازون مش هنروح مسلا نشتغل على الويب سايت بتاعنا او نشتغل في اللي مخلينا ان احنا نكرر ان انا عايزة بيع على امازون امازون فيها مميزات كتير وفيها عيوب كتير بس في ميزة واحدة هي اللي كلنا دخلين عشانها ان امازون هي ماركت بلايس او هو موقع في ملايين من العملة بتستخدم امازون كل يوم بشكل مجاني وبيبتدوا ان هم يبحثوا على المنتجات اللي عايزين نشتروها يبقى انا دخل امازون عشان الناس دي او العملة دول يشتروا المنتج بتاعي بشكل مجاني من غير مصرف اعلانات طيب حلو جدا كلنا عارفين النقطة دي بس اللي مش بناخد بنا منه ازاي اصلا العميل ده هيشتري المنتج بتاعي العميل بيفتح امازون يكتب مسلا كلمة معينة نفس اللي بيعمله بالزبط على جوجل لو انا مسلا فتحت جوجل وكتبت places to visit in Dubai كم واحد فينا بيستخدم جوجل بيوصل للصفحة التانية نادرا انا تقريبا عملي ما وصلت للصفحة التانية ولو جينا نلاحظ ان مش بس الحاجات المواقع اللي بندخل عليها على جوجل هي موجودة في الصفحة الاولى مش بس كده هي موجودة في النص الاولاني من الصفحة الاولى نفس الكلام اللي بيحصل على جوجل هو هو بالزبط اللي بيحصل على امازون ان العميل بيشتري في الصفحة الاولى وبيشتري من النص الاولاني فعشان احقق الهدف اللي انا داخل امازون عشانه ان العميل ده يشتري مني بشكل مجاني محتاج ان المنتج بتاعي يكون موجود في الصفحة الاولى في النص الاولاني قدام العميل لان زي ما اتفقنا العميل مش هيوصل لصفحة التانية ولا الصفحة التالتة طيب حلو جدا ايه بقى الفاكتور او العامل اللي هيخلي المنتج بتاعي يظهر في الصفحة الاولى ولا الصفحة التانية ولا الصفحة التالتة امازون اي كلمة فيها يعني لو جينا كده ندخل على امازون انا مسلا عملت سيرش بالمنتج ده امازون اه فيها صفحات كتير كل كلمة تحتها صفحات كتير كل صفحة بتتكون من تمانية واربعين منتج فعندنا من الصفحة الاولى لحد الصفحة السبعة في نقطة مهمة احنا دلوقتي في الصفحة الاولى نيجي نبص كده العميل اصلا بيسرش بكلمة اسمها تي شيرت رولر هو عايز مستره للتي شيرت طيب نعمل كده ونشوف كم واحد بيبيع المنتج وكم واحد مستخدم الكلمة اللي هي تي شيرت رولر كتير جدا لو احنا نزلنا للصفحة ده اخر الصفحة استيل الصفحة مليانة بالمنافسين طيب ندخل الصفحة التانية او بلاش الصفحة التانية خاني ندخل على الصفحة التالتة مثلا برضو الصفحة فيها منافسين كتير جدا العامل اللي هيحدد ان احنا نوصل لصفحة الاولى ولا هو كم واحد مستخدم الكلمة دي وموجود بيبيع المنتج ده على امازون يعني انا لو عندي منتج زي تي شيرت رولر الصفحة الاولى اصلا والتانية والتالتة مليانين بالمنافسين اللي مستخدمين الكلمة دي والناس دي بتعمل مبعات انا ماجي اطلق منتج جديد ولسه معنديش ريفيوز لسه معنديش سيلز معنديش اي مبعات خالص امازون بناء على ايه ان هي هتحطيني في الصفحة الاولى اكيد مش هتحطيني في الصفحة الاولى لان في ناس هي اللي تستحق كده الناس اللي عندها وعندها آآ يعني عندها ان هما بيعملوا مبعات كتيرة وبقالهم كتير شغالين على الكلمة دي طيب خلانا اتخيل ان المنتج بتاعي ترتيبه الطبيعي آآ من غير اي اعلان خالص موجود في الصفحة الرابعة على كلمة طيب انا داخل امازون ليه زي ما اتفقنا داخل امازون عشان المنتج بتاعي يكون او طبيعي موجود في الصفحة الاولى طب هو دلوقتي في الصفحة الرابعة ازاي اوصله ان هو يتحرك من هنا يوصل ليه الصفحة الاولى محتاج ان يجيلي شوية سيلز او مبعات من خلال الكلمة اللي عايز ازود الترتيب بتاع عليها اللي هي مسلا كلمة تيشرت رولر حلو جدا هجيب مبعات ازاي انا محدش بيوصل للصفحة الرابعة فبالتالي محتاج ان انا اعمل اعلان او الاعلان ده يكون ظاهر هو في الصفحة الاولى كل ما ناس تدخل على الاعلان بتاعي وكل ما ناس هتشتري المنتج بتاعي من خلال الاعلان اللي هو اصلا معمول على كلمة معينة كل ما المنتج بتاعها يبتدي ان هو يتحرك لحد ما وصل للصفحة الاولى طيب ايه برضو اللي خسرك فيه المنتج ده ومحققش الهدف ان انت توصل للصفحة الاولى في نقطتي مهمين اول حاجة ان في كمية تجار بتبيع المنتج ده كتيرة جدا 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 باسعار مختلفة بوفرز مختلفة بسور مختلفة بمنتج مختلف يعني واحد حاطت مصطرة لا واحد تاني حاطت اربع مصاطر في واحد دلوقتي حاطت تسعة مصاطر فالعميل هو مش بس هيشوف الاعلان بتاعك لا هو هيشوف الاعلان بتاعك وهيكرنه ان في ناس تانية كتير جدا في نفس الوقت عاميل امازون يا جماعة هو مش عميل خالص هو عميل خصوصا امازون امريكا العميل بيفرق مع السعر بشكل كبير جدا فما يلاقي واحد بيبيع المنتج بسبعة دلار ومش هقول عشر دلار حتى بسبعة دلار واحد تاني بيبيع نفس المنتج وعنده تقييمات بربعة دلار اكيد هيشتري اللي بربعة دلار مش هيدفع السبعة دلار فاول مشكلة ان انا ما كنتش عارف اخد ماركت شير كويس من المنتج ده مش بسبب ان انا قدمت منتج مسلا وحش او كده السبب هو ان في تجار كتير جدا بيقدموا اسعار مختلفة ديزاينز مختلفة فبالتالي انا كده كده لو ما قدم منتج جامد حتى حصتي في السوق مش هتكون كبيرة وده اللي احنا بنسميه في امازون او في عالم الديجيتال ماركتينج وهو يعني من كم واحد هيدخل على المنتج بتاعي كم واحد من اللي دخل دول هيشتري النقطة التانية ان اللي خسرتني برضو ان احنا متفقين ان انا محتاجة اعمل اعلان عشان اوصل منتج بتاعي هنا طيب انا دلوقتي حبيع بسعر عشر دلار هعمل اعلان ايه اللي هيحصل الناس هتدخل على الاعلان بتاعي ومش هيشتروا كل واحد بيدخل على الاعلان اعلانات امازون اسمها يعني كل واحد هيدخل على الاعلان بتاعي انا هدفع فلوس طيب انا معمل اعلان وبيع بسعر عشرة دلار العميل هيدخل ما تسألونيش ليه هيدخل حتى لو مش هشتري بس هو العميل هيدخل ومش هيشتري. لان هو عايز يدخل وخلاص او عايز يشوف المنتج عايز يقراه. بس هينزل كده شوية تحت عيلي ايه ده? طيب ده بعشرة دلار وفي واحد تاني بيبيع باربعة دلار ولا بخمسة دلار. ففي كمية عاملة كتير هتعمل كليك وتدخل على الاعلام بتاعنا. وعدد قليل هو اللي هيشتري. طيب. مبعات قليلة ومصاريف اعلانات كتير. ايه الحل المفروض عمله? عشان ازود المبعات بتاعتي المفروض ان انا انزل السعر بتاعي يكون سعر منافس اه بالنسبة لبقية سعر المنافسين ان انا بيع مسلا بخمسة ستة دلار. طيب انا السعر السعر ده اللي انا بيعت بيه انا مية في المية خسران. يعني حتى لو تنزيل السعر بتاعي زود لي المبعات انا هعمل ايه? ماشي مبعات زادت وكل حاجة وهتبسط بس انا بخسر. واعمل اه الكتعة اللي انا اشتريتها وعمل بيعها تكلفتها اصلا مش بتجيلي. فعشان نرد على المنتج ده لو انا رجع بي الزمن او دخلت نفس المنتج ده دلوقتي حالا انا ستلمش حارف اكسب فيه لان ملاحش علاقة بقى هل انا سيلر شاطر او مش سيلر شاطر الفكرة كلها ان يوم مكسب حتى في المنتج ده وهبيعلي الف قطعة في الشهر اللي هو اكتر من من معظم المنافسين ربحي في القطعة الواحدة هيكون كم ربع دلار يعني انا اتوقع ربع دلار نص دلار بالكتير جدا ماشي بقى بيعلي الف قطعة وكل حاجة بس في القطعة الواحدة بكسب لي ربع دلار يعني بكسب لي متين وخمسين دلار في الشهر بكسب نص دلار يعني بكسب خمسمائة دلار في الشهر ماشي الرقم آآ رقم خمسمائة دلار رقم حلو وكل حاجة خصوصا في الوطن العربي بس في امريكا هو مش ولا حاجة وخصوصا كمان حجم المجهود اللي انا ببزله في المنتج ده وحرب اسعار ومنافسين واتعامل مع منافسين كتير ونضرب بعض وفي نفس الوقت ان انا المنتج ده هياخد مني استثمار كبير ففي الاخر استثمر عليه مسلا خمس ستة الاف دولار واعلانات وفي الاخر اعمل لي خمسمائة دولار بتاعي او العائد الاستثماري بتاعي قليل جدا فلو انا دخلت في المنتج ده انا شايف ان انا مش حرف اكسب فيه لان السعر البيع بتاع المنتج ده قليل قوي قوي ويوم المكسب مش هيكون مغري الصراحة ان انا ادخل فيه او اقول لحد يدخل فيه حكسب ربعة دولار في الاخر فمش اه مش معودة للمجهود اللي الواحد هيبزله طولنا شوية في تحليل المنتج ده بس اه الفكرة مش ان احنا طولنا الهدف فعلا ان احنا نشارك التجربة زي ما هي حصلت بالزبط عشان اي حد هيدخل في البيزنس ده يتعلم من كل الغلاطات اللي احنا عملناها وان شاء الله يحاول يتفادى الحاجات دي طيب ده لكن بخصوص المنتج الاولاني طيب سوري المنتج التاني بخصوص بقى المنتج الاولاني اللي هو خانايا برضو نشوفه اللي هو عبارة عن اه انا بحب المنتج ده جدا هو ده طيب اه الناس كتير شافت المنتج ده في الفيديوهات اللي نزلت قبل كده وناس كتير سألتني احنا مش فاهمين المنتج ده بيعمل ايه بكل بساطة المنتج ده فكرته طحفة هو آآ زي ما مسلا ما والدتي مسلا كانت بتقول لي زمان احط شوية فاحم كده في التلاجة او الفريزر والفاحم ده هيشيل الرواح الوحشة اللي موجودة هو المنتج فكرته كده اكياس شكلها شيك شوية ممكن احنا نستخدمها في البيت بتاعنا او في اي مكان تاني الاكياس دي معمولة آآ او بتتكون من فحم معمول من شجر البمبو فالمنتج ده او يعني منتج بيزيل الرواح الوحشة آآ بشكل طبيعي من غير بقى مسلا او من غير اي حاجة طيب نقطة مهمة جدا ان دايما آآ ساعة اما كنت ببتدي في البزنس ده واقعدت سبعة شهور بذكره في وقت الكورونا الناس كلها اجمعت سواء بقى كورسات عربي او انجلش اجمعت ان لازم المنتج اللي انا ابيعه يكون زي ما اتفقنا عليه طلب عالي ان في منافسين كتير بيعملوا مبعات والمنافسة عندي قليلة ان التقييمات ما تكونش كتيرة وتالت حاجة ان البرودكت يكون بروبلم سولفر يعني منتج بيحل مشكلة فالمنتج ده هيكون بيع جدا وعليه مبعات طيب منتج ده بيحل مشكلة جمدة جدا ومنتج طبيعي طيب المنتج ده خسرت في ليه كل الاسباب اللي احنا اتكلمنا فيها في المنتج اللي فات كانت موجودة في المنتج ده معادة حاجة واحدة ان سعر المنتج ده كان احسن آآ شويتين تلاتة من المنتج يعني كان المنتج ده مش كتير برضو صراحة المنتج ده كنت ببيعه تسعتاشر تسعة وتسعين او عشرين تقريبا وكان مكلفني آآ تمانية دلار ممكن وعمولات امازون كانت سبعة دلار فسبعة دلار وتمانية دلار ادي كده خمساشر دولار فكان بيتبقى لي تقريبا حوالي من خمسة لستة دلار آآ الخمسة او ستة دلار دول شاملين مصاريف الاعلانات وشاملين الربح بتاعي طيب المنتج ده انا اهتميت جدا جدا به صرفت عليه فلوس كتيرة مش في تصنيع المنتج لأ صرفت عليه فلوس كتيرة في الصور الخاصة بالمنتج ده واستصمرت قوي 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 في طريقة او طريقة تقديم المنتج ده عملت او البوكس بتاعه كان شكله حلو قوي وعملت كارت شكر برضو كلفني كتير الفكرة كلها ان اللي ساعدني في المنتج ده حاجتين عشان اتغاضع عن كل المشاكل زي بتاعت المنافسة والحاجات دي كلها ومصاريف الاعلانات اول حاجة زي ما اتفقنا انها تميزت في المنتج ده جدا جدا في بتاعه ان العميل مسلا متوقع ان هو هيشير المنتج ده هيوصله في علبة عادي او علبة مسلا شكل كده لأ العلبة اللي انا كنت اعملها كانت كبيرة ومليانة ديزاينز اللي هي علاقة بالطبيعة وورق شجر موجود وفي شوية كده ان هو ما يفتح العلبة هيلاقي ان العلبة من جوه في ديزاينز معمولة اه اهمية المنتج ده وخصوصا بقى الناس اللي بتحب الطبيعة ومش بتحب الحاجات الصناعية ان المنتج ده اه ينفع لكل الناس خصوصا لو حد عنده حساسية فطريقة تقديم المنتج ده كانت كويسة جدا وبينت الحاجات دي كلها او الحاجات اللي اتميزت فيها بينتها في الصور بتاعتي لان انا ممكن اكون متميز جدا في المنتج بس انا مش مبين كده في صور المنتج فبالتالي العميل هو لسه مشارش المنتج فهو هيشوف ويحكم من خلال الصور هيحس ان هو منتج عادي لأ انا بينت كل الحاجات دي في الصور وقدمت اه عملت بانضل حطيت منتج هدية مع المنتج ده والمنتج ده كنت انا الوحيد اللي ببيعه وكان آآ مخصص ان ده هيتعلق فيه الفريزر او هيتحط في التلاجة عشان يشيل الرواح الوحش يعني كل الناس بيقولوا ان انت ممكن تستخدم الشنطة دي انت تحطها في الفريزر او في التلاجة لأ انا عملت منتج شكله حلو جدا وفيه زي حاجتين من ورا كده اللي هي مش عافية ابو العربي الصراحة اللي هي اللي هي بتتلزق كده فبتشفط الهوى فبتلزع على ضهر التلاجة الحاجات دي كلها قدرت ان هي آآ تعديني بقى من كل المشاكل بتاعت المنافسة وابتديت الحمد لله لان انا اعمل مبعات كويسة جدا من المنتج ده وعملت مبعات تقريبا في اول شهر لو انا فاكر صح سبع وعشرين او تلاتين الف دلار طيب المشكلة عندي كانت في ايه المشكلة عندي كانت في حاجة مهمة جدا وهي ان انا كنت بصرف اه بعمل مبعات كتيرة جدا وكنت بعمل في اليوم ستمائة سبعمائة دولار مبعات يمكن بس بصرف قدامهم نفس الرقم اعلانات فلو انا بعمل خمسمائة دولار مبعات ببعلي مسلا خمسين قطعة بصرف قدام الخمسمائة دول مبعات دول بصرف قدامهم خمسمائة دولار اعلانات وزي ما احنا اتفقنا من شوية ان هدف الاعلان ان هو يوصلني من الصفحة الرابعة لحد الصفحة الاولى وما قدرتش حقق كده في المنتج اللي هو التيشرت رولر انا الحمد لله المنتج اللي تشار كول قدرت ان انا اوصل للصفحة الاولى طيب انا اول ما اوصل للصفحة الاولى ايه المفروض اللي يحصل مفروض اللي يحصل اعلاناتي كتير طالما الاعلان حقق الهدف المطلوب منه ووصل للصفحة الاولى هبتدي ان انا اعمل آآ في الاعلان اعدل الاعلان عشان اقلل المصاريف بدلا ما انا بصرف خمسمائة قادر بعد اسبوعين تلاتة ان الخمسمائة دول يبقوا مسلا متين او طب كل ده كلام جميل جدا ايه برضو اللي خسرك ما انت قادر ان انت تنزل مصاريف الاعلانات الفكرة كلها ودي اللي انا دايما بقولها ان امازون هي لعبة او كاشف له او لعبة رسمائي يعني المنتج ده آآ تقريبا كلفني تمانية او عشرة دلار حاجة في الرنج ده مش فاكر خلينا نقول مسلا عشرة دلار انا اشتريت الف قطعة من المنتج ده حوالي بالصور بالكلام ده كله كلفوني تلاتاشر او عشرة الف دلار كل الفلوس اللي كانت معايا انا حطتها اصلا في المنتج يوم ما المنتج بتاعي وصل للصفحة الاولى انا الفترة اللي هي فترة اطلاق المنتج اللي بطلق المنتج بتاعي فيها عشان يوصل للصفحة الاولى فترة دي بنسميها او فترة اطلاق المنتج احنا اصلا بنخسر فيها ويمكن الفلوس اللي احنا دفعينها في البضاعة نفسها ما ترجعش لينا وصد ان احنا هنكسب ايه هنكسب الارجانيك رانك وان احنا نوصل للصفحة الاولى طيب انا لما وصلت للصفحة الاولى تلعت اوتفستوك المخزون بتاعي خلص طيب محتاج اكمل فمحتاج فلوس تانية طيب ما البضاع اللي انا او فلوس اللي انا اشتريت بها اصلا البضاع ما رجعتش ليها وكنت مسلا لو عامل مباعات بتلاتين الف فانا مسلا صار في اعلانات باكتر من كده فامازون خصمت فلوس البضاع بتاعتي عشان تعود الاعلانات ولسه في فرق امازون سحبت الفرق ده من الفيزا بتاعتي فانا كل الفلوس اللي كانت معايا خسرتها فما قدرتش ان انا اطلب شحنة تانية من المنتج ده وان انا اكمل فيه فعشان كده المنتج ده اه الحمد لله انا خسرت فيه طبعا مية في المية بس اه نجحت في حتة ان انا حقق الهدف اللي انا عايزه خسرت بسبب ايه مش بسبب المنافسة بسبب ان المنتج ده محتاج راس مال اكتر بكتير مل معايا يعني في الفين وعشرين في وقتها انا كنت شايف اه لو انا داخل في المنتج ده بخمساشر الف لا انا محتاج اربعين الف دلار في المنتج ده كم ده في الفين وعشرين منتج زي كده دلوقتي اه كنت بفكر الصراحة ان انا ادخل فيه تاني لان انا عندي خبرة فيه وقدرت ان انا اوصل منتج لحاجة كويسة بس انا على حساباتي شايف ان المنتج ده محتاج راس مال يعدي الستين او سبعين الف دلار رقم ضخم وكبير جدا عشان الواحد يقدر ان هو يدخل في المنتج ده طيب هل كل المنتجات على امازون بتحتاج الرقم ده اطلاقا لا انا الحمد لله للمنتجات اللي انا بطلها على امازون بتكلفني حتى المنتجات اللي الناس خدت معي فيها كورس بتكلفني في حدود من اربع تلاف لسبع تلاف دولار ندخل على السؤال الثالث آآ من خلال تجربتي وتجربة الاشخاص اللي معايا ايه اللي هيفرق في المباعات لما نعمل صور عند مصور بامتين دولار او نعمل صور عند واحد محترف بربعمائة او خمسمائة دولار وهل لو في شخص نصك آآ انا بتعمل معايا ممكن اقوله ما فيش اي مشكلة طيب خلينا في البداية اقول لكم على الشركة اللي انا بتعمل معاها اسمها هي نكتب كده على جوجل وندخل على اللينك ده دي الشركة اللي انا بتعمل معاها وبنصح بيها مش عشان آآ اي حاجة غير ان انا الناس دي اشتغلت معاها والمباعات او الارقام الحمد لله اللي بتيجي من خلال السور اللي هم عاملينها كويسة جدا وسعرهم ربعمائة وخمسين دولار تقريبا عايز اقول لكم ان انا جربت مصورين كتير جربت نسبة الفين دولار يعني انا عندي منتج استخدمت في الشركة دي فكلفني ربعمائة وخمسين دولار بعدها بسنة قلت اطور شوية رحت للمصور تاني اي جنسي كبيرة جدا خدت مني تقريبا الفين دولار عميت ليصور حطيت الصور دي على امازون المباعات بتاعت المنتج ده قلت ما كانتش حلوة فانا الناس دي باسك فيها جدا ولو عايزين تاخدوا خصم منهم فتقدروا وانت بتتواصلوا معاهم قلولهم احنا جايين من طرف عبدالله الشام وهما هما كير كير شكلهم ما شاء الله كويس جدا وبرضو هيعملوا خصمة تقريبا عشرة في المئة طيب ايه الفرق ما بين ان انا اعمل صور عنده واحد آآ من على فايفر مسلا بمئة دولار او بمتين دولار وربعمائة دولار عشان اجاوب على السؤال ده خلينا اشاركوا آآ تجربة في منتج انا طلعته بعد ما اخسرت في اول منتجين ابتديت ان انا اتعلم تاني واشوف ايه خلاطات اللي قاعت فيها وعرفت ان انا محتاج ادور على منتج يكون عدد الناس اللي بيتبيعوا قليلين عشان وصولي للصفحة الاولى يكون في اقل وقت ممكن وما يحتاجش مصاريف اعلانات كتير دورت ولقيت المنتج التالت الحمد لله وقلت خلاص هو ده المنتج آآ اللي هيحلي بقى كل المشاكل اللي انا قاعت فيها الحمد لله المنتج ده قدام نجح معي بس في البداية ما نجحش معي وكنت حاسس ان انا خلاص فشلت في البزنس ده طيب ليه ما نجحش معي لان انا ما جيت خلاص انا معي فكرة منتج كويسة جدا ونجحت معي الحمد لله بس امازون يا جماعة هي عاملة زي الجيرز او التروس بتاعة المحرك المنتج ترس كبير جدا الصور ترس اصغر منها لو انا عندي الترس بتاع المنتج كويس وكل حاجة بس عندي ترس صغير قد كده ما عملتوش كويس العجلة كلها او الماكنة كلها مش هتدور اللي حصل معي ان انا اخترت المنتج بس ما كانش معي فلوس كتير ليه حتة المصور فرحت المصور موجود في الصين اخد مني رقم قليل جدا عملي عشر صور بفيديو تقريبا بمتين دولار او مية وخمسين دولار والصراحة بتاعت الصور ما كانتش احسن حاجة كانت قد الفلوس اللي انا دفعتها فده حال اي ديزاينر او اي مصور هيصور لنا المنتجات على امازون فرنج من مية الامتين او تلتمية دولار عملت الصور وكانت مش احسن حاجة ابتديت ان انا ابيع المنتج ده لقيت ان انا ببيع لي قطعتين في اليوم بصرف اربعين خمسين دولار اعلانات في اليوم بس ببيع لي قطعتين تلاتة يعني كان اجمد يوم ليا ان انا كنت ببيع سبع قطع في اليوم وكنت مبسوط جدا جدا بس برضو مش ده اللي انا عايزه ومش ده اللي انا متوقعه فضلت على الحال ده لمدة يمكن شهر او شهر ونص ان المبعاد بتاعتي تقريبا خمس قطع في اليوم ومش ده الرقم اللي انا كنت ببصله يعني قال اعلانات قليلة ووصلت الصفحة الاولى وكل حاجة بس السور كانت سبب رئيسي من المبعاد بتاعتي تكون قليلة نفس المنتج ده بالزبط قررت بعد شهرين ان انا اقفل منتج على امازون افارمت تماما اعمل صور جامدة جدا استصمر في الصور روحت للشركة دي الشركة دي هي برضو اللي عملتلي اللي هي هي اللي عملتلي آآ منتج الفح عملت برضو معاهم الصور تاني للمنتج عملولي صور الحمد لله قوية جدا 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 ابتزيت ان انا افتح من تاني فتحتها تقريبا في آآ شهر سبع او شهر تمانية والحمد لله المبعاد فرقت بشكل كبير جدا يعني اليوم العادي اللي الحمد لله كنت ببيع فيه آآ اللي هو اقل حاجة يمكن عشر اتناشر لحد خمستاشر قطعة في اليوم ابتديت ان انا ابيع عشرين وتلاتين قطعة في اليوم المنتج ده الحمد لله اللي فات بعت منه اكتر من تلتمائة قطعة في اليوم تقريبا فالصور هي مهمة جدا 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 على امازون لان العميل اللي بيفتح امازون انا ما عنديش منافسين وكل حاجة بس هو فاتح هو مش شايف المنتج المنتج نفسه حلو بس هو مش شايفه هو شايف قدامه صور الصور دي هي اللي هتعبر هل الكواليتي بتاعتنا كويسة ولا فانا دايما بنصح او بشوف حرام ان انا ادفع فلوس كتير جدا في بداع واعمل بزنس واخد كورسات والحاجات دي كلها واصرف لي مسلا خمس تلاف دولار وروح لمصور بمتين دولار عشان انا مش عايز ادفع متين دولار ازيد لأ الصور او المتين دولار اللي انت هتدفعهم ازيد هما اللي هينجحوا البزنس بتاعك فانا من تجربتي الشخصية الصور مهمة جدا ورنج الصور اللي نعملها برضو ما يبقاش غالي قوي يكون في حدود الربعمائة دولار والنصيحة برضو مهمة لما نروح او نصحتين الصراحة واحدة لسه جاي في بالي دلوقتي لما نروح لمصور مسلا على ما فيش مشكلة في ناس اكيد كويس على نروح نقول لهم لو سمحت ابعتولي البورتفوليو بتاعكم عايز اشوف سبقة الاعمال اللي انتو عملتوها عايز اشوف السور اللي انتو عملتوها قبل كده فانا من خلال البرتفوليو او الحاجات اللي عملوها هقدر اشوف هال الناس دي فعلا صورها كانت حلوة اه عملوا شغل كويس والا النقطة التانية ودي برضو مهمة جدا المصور يا جماعة هو مش ساحر هو شاطر في ان هو يحول الفكرة بتاعتنا لصورة فيها عناصر اه ملفتة للنظر توصل وجهة النظر بتاعتنا للعميل وتوصل رسالة معينة والهدف من الصور ان احنا نوصل رسالة مش نبين المنتج لا نوصل رسالة ان المنتج ده هيفيده في ايه او هيفيد العميل في ايه فانا بشوف ان المصور هو عامل زي الترزي او الراجل اللي بيصنع بدل مسلا او حاجة لو انا روحت دلوقتي الواحد بيصنع بدل قلتو لو سمحت انا عايز بدلة وما قدتلوش اي معلومة تانية ما قلتلوش اللون ما قلتلوش اي حاجة ما قلتلوش اي حاجة خالص هو هيعمل ايه هيصنع لي بدلة بس على مزاجه هو لكن احنا دارسين المنتج بتاعنا احنا اللي فاهمين المنتج احنا اللي عارفين العميل اصلا هيشتري المنتج بتاعنا لايه وايه المميزات اللي عندنا ايش موجودة عند المنافسين اللي بقنا انا على المميزات دي هتخلي ان العميل يشتري المنتج بتاعي كل الحاجات دي لازم ان انا اقولها للمصور اقوله كده بتاعي او الافكار ايه الحاجات اللي انا عايزها عايز شكل الديكور اللي وراي عامل ايه? يعني مثلا في منتج الفحم. ده منتج طبيعي. فاكيد مش هراح اقول للمصور اعمل او اللون الخلفية يكون اسود. او او مثلا احمر. او اورنج. لأ اقول له مثلا لون اخضر. يحط لي مثلا شمس. يحط لي كده او علامات ليها علاقة بالطبيعة. فالمصور ما ندلوش المنتج بتاعنا ونقول له تفضل صور. لأ. مفهود ان احنا نقول له كل الافكار اللي احنا محتاجين نعملها شطرته انه يحول الافكار دي لصور بقى كده ايه ملموسة فيقدر العميل ان هو يفهم المنتج بتاعنا من خلال الصور. فكده احنا خلصنا الفيديو ده بس ما خلصناش السلسلة دي. في جزء تاني هينزل ان شاء الله. آآ بعد تلات ايام من نزول الفيديو ده. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وشاركوا الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد بيه. واشوفكم في فيديو تاني. سلام.